السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد اليوم ان شاء الله سنهضر على موضوع الذي تستطرح فيه هذه الأيام مجموعة من التساؤلات الذي يهم الكثير من الناس وصراحة الناس الذين يهمهم مضايخين لا يعرفون ماذا سيقومون الموضوع الذي سنهضر فيه هو الموضوع الالفين درهم الذي سيستفده منه الاجراء كيف لا تعرفون كان واحد الاجتماع هيئة اليقادة 19 مارس 2020 وفي خلال هذه الاجتماع تأخذوا مجموعة من التدابير ومن بينها تعويض الناس الذين يفقدوا الشغل بسبب هذه الجائحة هذه الناس ستتعويضوا بواحد القدر مالي الذي يتمثل في الفين درهم ونشير الجود للشعورات لكي تستفدوا من المبلغ الفين درهم الشرط الأول وهو المشغل ديالك يكون في شهر فبراير يعني انك في شهر فبراير المشغل ديالك انك كنت يخدام والشرط الثاني هو انك تكون توقفت عن العمل بسبب هاد المشكل يعني توقفت خلال اتخاذ اجراءات ديال الحماية ضد الفيروس يعني الشركة ديالك وقفاتك عن العمل والعمل ديالها توقف بسبب حالة التوارئ اذا الشركة كتسمى في هاد الحالة كتسمى في حالة صعوبة يعني ضروري هجو الشروط يتوفروا باش تستافدوا من الالفين درهم بالاضافة الالفين درهم ستستافدوا كذلك من التعويضات العائلية اللي كتمثل في فلوس دراري وستستافدوا كذلك في التعويضات عن تأميل اجباري عن المرض كيف تستافدوا من هاد التعويض ديال الفين درهم اللي امر به جلالة المالك محمد السادس نصره الله واتاخدت القرار دياله لجنة اليقاضات 19 مارس 2020 انا كاجير ما بقيتش خدام كيفش نستافد انتا كاجير ما غادي تدير والو واللي غايددير هو المشغل ديالك هو اللي غايددخول البوابة الالكترونية كوفيد 19 سينساس وام ا وغايدعمر الفوغميلاغ ومخصصة لذلك وغايددير واحد الالتزام من اللي غايدخول المشغل البوابة هي مباشرة تغطيه واحد الفوغميلاغ ديال الاجراء اللي مديك العريبي في شهر جوج وهنا المشغل هو اللي غايدخول ويحدد الناس اللي توقفوا عن العمل والناس اللي باقيوا خدامين يعني انت كاجير ما عندك ما تعمر بالنسبة للناس اللي تسحبهم غايدين يعمروا الفوغميلاغ ديال فقدان الشغل ما عنده هاد الفوغميلاغ هادي ما عنده حتشي علاقة بالقرار لتخدات لجنة اليقظة راه المشغل هو اللي غايدخول ويحدد الناس اللي توقفوا عن العمل يعني الامور عادية جدا او بعبارة اخرى وبقف دارك وحافظ على الحجر الصحي وهذه التعويضات ستكون على الشكل التالي في اخر مارس ان شاء الله سيكون المستفيدين يتوصلوا ب واحد القدر مالي اللي يتمثل في الف درهم وفي اخر ابريل ستوصلوا ب الفين درهم وفي اخر ماي ستوصلوا ب الفين درهم كذلك وفي الاخير سنختم الموضوع ديالي بانه واجب علينا نحافظوا على شروط السلامة اللي ستنص عليها الدولة ديالنا وهي كالتالي نديروا اليد في اليد ونبقاوا في ديورنا وما نخرجوش الا للضرورة ونحافظوا على مسافة الامان اللي تتمثل في متر مع اي شخص تلاقيناه ونغسلوا يدينا بالماء والصابون بشكل دوري